هل يستفت من اهل الفتوى الاعلم ام الاورع ممتاز هذا السؤال جيد جدا الاصل في الاستفتاء بان الله العالى قال فاسألوا اهل الورع ان كنتم لا تعلمون هذا قرآن لا القرآن قال فاسألوا اهل الذكر فالاصل ان تسأل الاعلم الاصل ان تسأل الاعلم ولك في ذلك في قول ان مثلا في حادثة بني اسرائيل بان الرجل قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوا عليه الاورع والاعبد اهل الان خربها لما خرباش خربها علي وعلى نفس فقتله ثم قال دلوني على اعلم اهل الارض فالاصل ان ترجع الى الاعلم فان كان في العلم سواء فوجوبا تصل وترجع الى الاورع والاطقى ابن تميه يقول وان تقوى العالم تفتح له ابواب العلم لقول الله جمعا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانة فالحق بانك تبحث عن الاعلم اولا فان كان في العلم سواء فالاورع والاطقى اما ان كان في التقوى والورع سواء وفي العبادة سواء فاستفتي قلبك يعني ايه استفتي قلبك مش ابتداء سمعت منهم قولا وسمعت منهم قولا ولا تستطيع ان تعرف الى ايهما تميل فاستفتي قلبك لا يخطئك فان مال الى سين فقوز بقول سين او مال الى صلاة فقوز بقول صلاة نعم